أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة التي نبدوها كالعادة بالعنوين المصدر أولاين ينقل عن صحيفة نيويورك تايمز إعلانها مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي بغارة أمريكية ومن العرب الجديد أزمة خبز في عدن بعد توقف 70% من الأفرع ومن أخبارنا المنوعة بدلاً من السينما والمتنزهات فيروس كورونا يدفع الصينيين لمشاهدة خلاطات الإسمنت أهلاً بكم نقل موقع المصدر أولاين عن صحيفة نيويورك تايمز قولها إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية الصحيفة نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن الريمي قتل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في يناير فيما رفضت وكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي التعليق حول الحادثة طائرة دون طيار هي من شنت غارة على منزل في وادي عبيدة بمحافظة مارب أفق السكان محلين فأن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستجر منزلاً في المنطقة دون أن يعرفوا أو يتعرفوا عليه نيويورك تايمز نقلت أيضاً عن بروس ريدل وهو ضابط مخضرم سابق في وقالة الاستخبارات الأمريكية قوله إنه كان على علم بالغارة غير أنه لم يتضح ما إذا كان الريمي قد قتل في زاوية المقالات نطالع في الشأن المحلي مقالاً في المصدر أونلاين كتبه هشام الشبيلي بعنوان قرارات جمهورية لا تخدم الجمهورية ويقول الكاتب عقب الأحداث الدامية التي شهدتها ثلاث محافظات مأرب والجوف وصنعاء أعلن الجيش حالة الطوارئ واتخذ عدداً من الإجراءات بينها إعادة تموضع بعض القوات وترتيب مسار أولوية المعركة في أكثر من جبهة مشتعلة حينها تحدث الجميع وأدل الجميع بما عنده وغاب إعلام الجيش وتسابقت قنوات عربية ومحلية على العواج لظن منها أنها المعركة الأخيرة التي ستطوي صفحة الشرعية في أهم مناطق ثماسكها وتواجدها انحصر الدعم الإعلامي للميليشيا وانحصرت الميليشيا وظهر ناطقها يزف البشرات بالسيطرة على 2500 كم مربع ومع هذا غاب صوت الأحزاب والنخب السياسية وقيادة الشرعية كالعادة عما يجري وكأن هذه البلاد لم تعد وطناً لهم وأصبح الجميع يقف على مسافة واحدة من الجميع انتظر الجميع مواطنين وسياسيين ضباطاً وأفراداً قرارات جمهورية تعيد للجيش بوصلته ورفع المواطن والجندي من سقف طموحاته في انتظار قرار يأتي بقائد يزيح كل هذه الانكسارات وانقسم الناس بين صاخط ومحلل ومتشف وأطلت علينا وكالة سبأ الرسمية في وقت متأخر من الليل بخبر عاجل يزف بشرات تعيين جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة التي تقع ضمن مسرح عملياتها العسكرية مديرية نهم شرق صنعاء أين رجالات الحرب من القرارات الكبيرة؟ أين أصحاب الإنجازات الكبيرة في الصحاري والسهول والجبال؟ تعيين القيادات التي لا تصنع ولا تقدم نصراً لهذا الجيش العظيم الذي يخوض معارك متعددة أولاها مع الميليشيا وآخرها مع الرواتب والتضاريس هو هزيمة لنا نحن المشردين في السهول والمدن نحن الذين نقاوم التتار بما نملك نحن الذين لم نجب ولم نهرب يوماً ولم نفكر يوماً بوطن بديل لهذا الوطن بل نخوضها حرباً رفقة هذا الجيش العظيم حتى النصر تحاول الرياضة ترميم الشرخ الذي أحدثته الحرب في اليمن فبعد أن توقفت الحياة في الملاعب اليمنية منذ عام 2014 مع اندلاع شرارة الصراع المتصاعد حتى الآن كما يقول المقع بوست عادت الكرة مجدداً إلى الملاعب من خلال أول بطولة رياضية يمنية منذ نحو ستة عوام احتشد في مباراتها النهائية أكثر من 35 ألف مشجع من محافظات مختلفة عادت كرة القدم هذه المرة لتدور من محافظة جنوبية تحت مسمى الدور التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية في بروفا أراد الاتحاد اليمني لكرة القدم تجريبها قبيل استئناف دور الدرجتين الأولى والثانية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة نادي شعب حضر موت هو من توجى بلقب البطولة الرياضية التي شاهدها الملعب الأولمبي في مدينة السيئون على حساب نادي وحدة عدن بركلات الترجيح كان الحضور الجماهيري هو العلامة الفارقة التي شاهدها نهاء البطولة حيث أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم أنه تجاوز ثلاثين ألف متفرج في رقم وصفه متابعون بالقياسي رئيس اتحاد المسابقات بالاتحاد طالب تأهيل المناعب اليمنية مرة أخرى من قبل الفيفا ورفع الحضر عن المناعب اليمنية لإقامة المباريات الدولية بعد النموذج المشرف الذي قدمته سيئون يقول موقع المشاهد نت إن هناك تزايدا في إقبال النساء على قيادة السيارات لكن قليلا ما يجري تسليط الضوء على التجربة بالنسبة للمرأة اليمنية التي لم تقيدها القانون لم تقيدها القوانين بل العادات إلى حد ما وصولا إلى أزمة عدم توفر الوقود فيروز الجراد وهي محامية تقود سيارة تقول للمشاهد إن المرأة أكثر حرصا من الرجل في قيادة السيارة رغم أن حضورها لا يقارن بأخيها الرجل وتضيف أيضا حاليا الوضع اختلف أصبحت المرأة اليمنية تسوق السيارة بأعداد كبيرة ومن جميع فئات العمر المختلفة وفي ظل تزايد أعداد السائقات اليمنيات بشكل واضح تواصلوا للمشاهد قولها مع إدارة المرور أو تواصلت إدارة صحيفة المشاهد مع إدارة المرور في العاصمة صنعات الحصول على معلومات بشأن أعداد الرخص الممنوحة للنساء لأنه لم يحصل على رد مع الأخذ بالاعتبار انقسام الجهزة الداخلية بين الوزارتين في كل من صنعاء وعداء لكن وفق آخر إحصائية منشورة في 2010 عن عدد رخص السواق الممنوحة للنساء فإن خمسة آلاف رخصة قيادة للنساء تصدرت فيها صنعاء المرتبة الأولى تلتها عدن عدن على وجه التحديد كانت أولى المدن التي تقود فيها النساء سيارات اشتهرت بينها أقدم سائقة تاكسي في الجزيرة العربية هي عشة صالح قبل أن يوافيها الأجل عام 2013 كيف تبدو إيران من الضفة المقابلة؟ تساؤل للكاتب محمد الرميحي الذي قال أيضا في مقاله المشور في صحيفة الشرق للصات وأنت على الضفة الغربية في حوض الخليج تنظر إلى سلوك إيران السياسي بحيرة فإن كنت قد قرأت عن نتائج الثورة الفرنسية في بيئتها الأوروبية التي أراقت كثيرا من الدماء في أوروبا الحديثة فسوف تلاحظ كثيرا من التشابه وبعد صراع طويل صاحبت تكليفة إنسانية باهضة أنفقت فرنسا على نفسها ووجد مفكرها بعد كل تلك الخسائر التي ألمت بفرنسا أنها أفدح بكثير من أي أرباح قد تحققت مؤقتا لقد فاتها كما يحدث لإيران اليوم التفريق الدقيق بين تصدير الأيدولوجيا وقبول الآخرين للاستعمار أي تفكير عاقل يعرف أن التاريخ لا يعيد نفسه لكنه قد يتشابه مع اختلاف التفاصيل إن نظرنا إلى سوريا فقد قام نظام الفقه في طريقه إلى تصدير الثورة بالمساعدة في قتل ستمائة وخمسين ألف رجل وامرأة وطفل كل واحد من ذلك الرقم روح إنسانية وقد تحولت مدن بكاملها إلى أشباح وفرض نظام طغيان طائفي لا يشبه غيره كما سعدت تهرام في قتل آلاف العراقيين ما زلنا في انتظار الرقم الأخير لأن القتل ما زال قائما يوميا في ساحات وشوارع مدن العراق أما الوضع في اليمن فهو على أقل تقدير مأساوي تساعد آلة ولاية الفقه على تفاقم المشاهد اللا إنسانية يوميا الثورة الفرنسية جهزت الجيوش من أجل خرافة نشر أفكارها في الجوار والثورة الإيرانية جهزت الميليشيا لتحقيق ذلك الهدف نفسه فأشاعت التوتر والحروب الأهلية إذا كانت الثورة الفرنسية قد استفادت جزئيا من التفكير العلمي في وضع عدد من القوانين الحديثة ساعدت المجتمع الفرنسي في وقت لاحق على التقدم الحضاري فالعكس تفعله ولاية الفقه في إيران لا مفر أنها تأخذ المجتمعات الإيرانية إلى ما قبل إصلاحات الشاه إلا أن السؤال المنطقي هل يمكن لمتخذ القرار الحقيقي في طهران الركون إلى السلم والاقتناع بأن كل تلك الجهود المكلفة والثقيلة إنسانية واقتصاديا يمكن أن توفر لا أشك أن البعض في طهران يعرف تلك الطاقة المهدرة إلا أن هيكلية ما ركب من آليات السلطة في إيران الشمولية تحول دون ترجمة القناعات إلى أفعال عند ذلك البعض ذلك مصدر حيرتنا الأكبر أغلقت 70% من أفران الخبز أبوابها أمام المواطنين في العاصمة المقة عدن وعدد من المناطق بجنوب اليمن بحسب العرب الجديد احتجاجا على قرار وزارة الصناعة والتجارة بتحديد حجم سعر الخبز بينما تشهد بعض الأفران العاملة ازدحاما شديدا وارتفاع أسعار الرغيف ما بين 30 و 50 ريالا بعد أن كان سعره 20 ريالا سكان محليون في مدينة عدن أفادوا لي العرب الجديد بأن هناك عددا محدودا للغاية من المخابز العاملة في عدن الأمر الذي يتطلب القيامة برحلة يومية شاقة لشراء الخبز المواطن سمير الحالمي من سكان منطقة التواهي قال نحو خمسة أفران عاملة في المنطقة الواقعة غرب مدينة عدن أغلقت أبوابها بينما بقي فقط فرن واحد يعمل وسط ازدحام شديد من المواطنين حوله من جانبه أكد المواطن حامد عبد المولى من منطقة المعلة هي العرب الجديد على توقف التام لأفران الخبز والروتي العاملة في المنطقة مع انتشار سماسرة يتهجرون في رغيف الخبز بجلبه من مناطق أخرى بسعر 30 ريال وبيعه بنحو 50 ريال في هذه المنطقة وأكد أحد سكان منطقة الشيخ عثمان شمال عدن وقد رفض ذكر اسمه على وقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز لشراء احتياجاتهم بأسعار مضاعفة منتقدا الاستغلال البشع للأوضاع المضطربة لإجبار الناس على دفع أي سعر تطلبه الأفران وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا يقضي بتحديد سعر قرص الخبز بـ 20 ريال ووزنه 52 جراما على أن يكون سعر الكيلو للمستهلك 380 ريال بعد تلاعب بعض المخابز والأفران بالتسعير خلال الأيام الماضية الأحلام الصينية والحقائق الروسية مقال لمايكل مكفول وكاثرين ستونر في صحيفة موسكو تايمز ترجمه إلى العربية على الدين بوزينة في صحيفة الغدر الأردنية جاء فيه بعض المستبدين يقومون بتنمية اقتصاداتهم وثم تمستبدون آخرون يدمرون اقتصاداتهم مقابل كل صين هناك كوريا شمالية ولكل سانغفورا هناك زيمبابوي بعد عشرين عاما له في السلطة وبينما يقترح بوتين الآن تغييرات مؤسسية لإبقاء نفسه في السلطة لفترة أطول فإن الأكثر تفاؤلا فقط هم الذين يفترضون أن السنوات العشر المقبلة أو العشرين من الدكتاتورية الروسية ستعمل بأي شكل أفضل من السنوات العشرين الماضية كان النمو الروسي خلال هذه الفترة موثيرا للإعجاب لكنه تخلف في واقع الأمر عن معظم بلدان مبعد الشيعوية الأخرى التي لم تكن تتمتع بمنافع زيادة عائدات النفط لتغذية اقتصاداتها كان الروس يقومون بعمل جيد ولكن كان من الممكن أن يقوموا بعمل أفضل بكثير بدت فترة بوتين في السلطة مقارنة بالتسعينيات مستقرتين ومزاهرتين لكن هذه المقارنة خاطئة فقياسا إلى ما كان يمكن أن ينتجه الاقتصاد الروسي في هذه الفترة الزمنية نفسها في ظل نظام حكم أكثر فتاحا وخضوعا للمساءلة أدى نظام حكم بوتين إلى تباطئ النمو وعزز دولة النهب ووسع الفساد كما أدت الأعمال الحربية المغامرة التي قام بها بوتين في الخارج إلى عزلة دولية لروسيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها والمزيد من عرقلة التنمية الاقتصادية الآن وباقتراح مزيج معقد من التغييرات الدستورية والسياسية يسعى بوتين إلى كسب مزيد من الوقت في السلطة والمستبدون يرتكبون الأخطاء خاصة بعد عشرين عاما في العمل أدى إنشاء بوتين لنظام رأس مالية المحسوبية التي تستفيد منها القلة على حساب الكثرة إلى إعاقة بلده وتركه في الخلف ولم تنتج عنه قفزة تنموية كبيرة إلى الأمام لروسيا وفي الحقيقة حدثت تغييرات إيجابية في بلئة الاقتصادية لروسيا على الرغم من حكم بوتين الطويل وليس بسببه سوف تؤدي المزيد من سنوات حكم بوتين مهما تم تشكيلها مؤسسيا إلى المزيد من خنق التنمية الاقتصادية وليس تسريعها خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعدما يقارب نصف قرن من انضمامها إلى هذا التكتل الإقليمي حيث ذكر موقع شبكة البي بي سي أن الجدل حول مغادرة الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه أحدثا قساما في المجتمع البريطاني إذ خرج الكثيرون للاحتفال بهذا اليوم حاملين الأعلام البريطانية أمام ساحة البرلمان بينما يخيم الصمت على بعض المناطق من البلاد رئيس الوزراء بوريس جونسون دعا إلى الوحدة واصفا هذه الخطوة بأنها فصل جديد في تاريخ الأمة سيكون تأثير الخروج محدودا في البداية لأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لن تتغير كثيرا في المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ويضيف فيما بعد المرحلة الانتقالية ستبدأ مفاوضات شاقة على شروط العلاقة الجديدة التي يأمل جونسون أن تنتهي في نهاية شهر ديسمبر باتفاق شامل وقال جونسون في بيان أصدرته رئاسة الوزراء أنه يتفهم شعور المتخوفين من تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على حياتهم لكن مهمة الحكومة هي لم شمل جميع البريطانيين والمضيبهم قدما ظهر لدى الصينيين في أزمة انتشار فيروس كورونا أبطال غير اعتياديين بحسب صحيفة الشرق الأوسط مثل شاحنات خلط الإسمنت التي تستخدم في بناء المباني والمنشآت بعد أن حظيت بشعبية كبيرة لاستخدامها في بناء مستشعين لعلاج مرضى كورونا في وهان بؤرة انتشار الفيروس وتضيف الصحيفة المستشفى الأول يسمى هونشين تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع سيكون جاهزا لاستقبال المرضى في الثاني من فبراير والمستشفى الثاني لشينشتان سيلحق به بعد ثلاثة أيام السلطات حذرت السكان في الأماكن المصابة من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لذا لجأوا إلى متابعة البث الحي لبناء المستشفى الجديدين خاصة مع إغلاق دور السينما والمتنزهات وتقليل إذاعة البرامج الترفيهية لزيادة مساحة برامج الوقاية من الفيروس التلفزيون الصيني الرسمي يقدم بثا حيا لعملية البناء ونظرا للاهتمام الكبير الذي تحظى به عملية البناء خارج الصين قامت مواقع مثل يوتيوب بتوفير خدمة البث الحي لها كما أن التلفزيون الصيني دشن صفحة لبث أخبار كورونا طرحها من خلالها تصوية لاختيار أفضل شاحنة فيما أطلق الصينيون كثيرا من أسماء التدليل على تلك الشاحنات منها اسم إمبراطور صيني قديم من صحيفة واشنطن بوست صور لأحداث سياسية وأخرى متنوعة نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم إلى الصور ترجمة نانسي قنقر يبدع رسامور كاركاتير ويعبرون عن القضايا السياسية والقصص الشعبية برسوم توجز كل ذلك بطريقة سلسة وقريبة من المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر